مشاهدين كما تبعتم معنا كاميراتنا ترصد نسب الإقبال الغير مسبوقة في مختلف محافظات الجنفرية وننقلها دائما معكم بالصوت والصورة ولكن هذا الأمر يستدعي أن نقف أمامه بالتحليل حيث ينضم إلينا في الستوديو الدكتور روفايل بوليس رئيس حزب مصر القومي أهلا بك دكتور رحبا حضرتك يعني دكتور أكيد تبعت من بداية الانتخابات سيريها ونسب الإقبال الغير مسبوقة حينما توقفت عندها أرجعتها لي هو طبعا إحنا بنتابع بدءا من الترجع مرحلة الترجع وإحنا حزب مصر قومي لأنها بتشرب برئاسته إحنا أصدرنا بيان سابقا وطالبنا فيه الرئيس عفتاح السياسي أن يرشح نفسه كمطلب جماهيري وضروري والكثير من الأحزاب السياسية والقوات السياسية طلبته بالترجع هو الحمد لله استجاب لمطلب الأحزاب السياسية والقوات السياسية ومطلب الجماهير بدأت العملية الانتخابية جميلة جدا وكعرس انتخابي رائع كلنا بنفتخر به وبدأ المرسون الانتخابي الرئاسي يوم الأحد الماضي المشاهد اللي احنا شفناها على هاو مباشرة وشفناها على الطبيعة يعني أنا كرئيس حزب عملت مرور على اللجان الانتخابية في القاهرة كلها مرور لجنة لجنة وشوف ده ايه وده ايه الوضع ايه حاجة مباشرة جدا وحاجة جميلة جدا غير مسبوقة يعني احنا ما شفناش انتخابات قبل كده لا رئاسية ولا برلمانية ولا محلية بهذا المشهد الرائع وعشان كده احنا بنفتخر بهذه الانتخابات لكي تكون مظهر رائع لمصر وشعب مصر امام العالم كله والعالم كله بيرائب العالم كله بيتابع المشهد الانتخابي في جمهورية مصر العربية طيب خلينا نقول ان اكيد هذا الاقبال الكسيف من الشعب المصري يريد ان يوصل به رسالة يوصل به رسالة للداخل وايضا للخارج باعتقدك ايه هي هذه الرسالة؟ الرسالة عشان طبعا كل بلد كل بلد على مستوى العالم لها مؤيديها ولها محاربيها يعني اللي بيحبه اللي بيكره احنا كمصر شعب مصر استقر وهناك استقرار فعلا الشعب مصر بجميع فقاته وبجميع انتماءاته السياسية والاقتصادية وايضا الدينية التولد لديه مش هنقول مين لان احنا على الهوام وبشارة الانتبات انما استقرر ايهم على مرشح من الاربع مرشحين وكل واحد له حق ان يختار مرشح ويديره عبارة نعم من الاربع السادة المرشحين وكلهم بصراحة شخصيات محترمة رؤساء احزاب ايضا بجانب رئيس عبد الفتاح السيسي المشهد العالم كله بيرقوه في دول بتعدي مصر ودول بتحارب مصر بتحاربها معنويا والجستيا مش بالعتاد العسكري لأ معنويا والجستيا احنا بنواجه رسالة للعالم ده طبعا داخليا الرسالة وصلت من اول يوم والحجد الهائل اللي حصل امام الليجان العالم كله برائب واحنا دلوقتي في الساعات الاخيرة من المشهد الانتخابي يعني باقي ساعتين ساعات بسيطة يعني اه او ثلاث ساعات على اغفال الليجان الانتخابية الصناديق الانتخابية وبالتالي كل خطوة بتتعمل العالم كله على الهواء مباشرة وجميع القنوات الفضائية المحلية والعالمية بتبس هذا المشهد الرائع وحتى المراقبين الدوليين يعني العلام الدولي بيؤكد ان النسب الاقبال غير مسبوقة وطبعا الهيئة الوطنية الانتخابات عملت حاجة كويسة ان فيه جمعيات ومؤسسات اهلية محلية ودولية بترائب العمال الانتخابية وتعطي التقارير يومية وساعتية يعني كل ساعة فيه تقرير اشتركوا في القناة